السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت مني تكونوا بخير وعلى خير بغيت نشارك معكم هاد المعلومات كما كتشوفو كنشارك معكم كنشهر الناس اللي عندهم المواد اللي كيبيعوا المواد بدون غلوتين قناتي ما فيهاش غل وصفات وفلوقات فيها كذلك نصائح ومعلومات على السلياك كنشهر بائع المنتوجات بدون غلوتين في جميع المدن هنا في أوروبا اللي حدايا وفي المغرب كذلك وكذلك الناس اللي كتلوا لكم موند دابا بتنشارك معاكم هاد الصور او معلومات وفي ديال جميع تقريبا من مناطق او مدن المغربية نقط بيع جميع المنتوجات الخالية من الغلوتين الخالية من الشلوتين اذا هنا يا غادي نشوفو بساف المدن والعناوين ديالها أرقام الهاتف تليفون باش تقدروا تتصلوا بهم كما كتعرفون الناس كيسافروا بحكم العمل او السفر او دابا جاي الصيف ان شاء الله العطل وكذلك على طول السنة الناس كيسافروا للعمل للنزهة وما كي كييطيخوا في واحد مشكلة ما كيلقوش المواد او دكش اللي كيديوه معاهم كيسالي او ما كيبغيوش يزو معاهم اذا من الاحسن او الافضل نكونوا عارفين كل مدينة وفين كيتباعوا المواد بدون قلوتين باش يسهل علي نلقوهم كنجمعوا هاد المعلومات في الهواتف ديالنا الدكية ولكن ما يمكنش هاد تجمع كل شي المعلومات والصور والفيديوهات اذا بديسمعكم هاد الافكار وهاد الفكرة اللي زوينين كينفعوني وينفعوكم حتى انتم باش ساهلين تلقوهم اا تمشيوا لدخلوا اليوتيوب وتلقوا جميع المعلومات من الاحسن اا كننساوش مرة فين قيدناهم واش مدكيرة واش في الهاتف واش هقا فين واش زعم بزاف عدنا وخاف الهاتف كين بزاف البلايس اما كصور اما ككتابة يا اما المهم نطوش عليكم كنظر الفكرة وصلت واتمنى كذلك المهم كنتمنى نكون فيتكم بهذه المعلومات ايلا كنتوا اول مرة كنتدخلوا للقناة ديالي فمرحبا بكم ومرحبا بمتتبعي الاوفياء ايلا عجبكم حالة فيديوهات ان شاء الله جاي المزيد وركين بائعي المنتوجات كل واحد بوحدو دير عليها فيديو ديالو خاص بالناس اللي كيبيعوا للعيالة النساء اللي كيبيعوا لكم ونضبحا المأكولات الجاهزة في المدن وكذلك بائعي المنتوجات وعادة فيلوغات نصائح الوصفات اللي كتير ومتع اقتصادية وغير اقتصادية المهم لك تجداد واول مرة كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في القناة وإلى عجباتكم تشاركوا فيها وضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا وما تبخلوش علينا بخالص الدعاء وتعاليق ديالكم وتشاركوا الفيديو مع النس اللي عارفينهم إما البائعين يا إما النس اللي كي تخدهوا هذه المنتوجات حساسية الكلوتين الأصدقاء المهم راكم عارفين يلا نخليكم مع باقي السور راها شرحة نفسها وفيها جميع المعلومات وكنتمنى يزيدوا هاد النقاط في ممشي نلقوا المنتوجات أو المواد الخالية من غلوتين إن شاء الله حتى تعود عند البقالة في كل حي في كل درب إن شاء الله والحمد لله على كل حال والله يوفقنا ويعوننا على هذا الرجيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة